أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما أيها الأخوة المؤمنون عمار بيت الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ويقول أيضا طلن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالله سبحانه وتعالى خلقنا وتعبدنا والإنسان في حياته ومماته تمتنس تمدرتس تمدرتس كلها لله سبحانه وتعالى وله مرجعية دينية هي الإسلام والإسلام في تطبيقه وفي تنزلاته الميدانية مر أو وصل إلينا في شكل مدارس واجتهادات المجتهدين العلماء جزاهم الله خيرا ولسائل أن يسأل من خلال العنوان المدون المرجعية الدينية إلى أين ربما يغلوبت السجن لا يتسأل ما معنى المرجعية الدينية ثم كذلك بتنفهمة المرجعية الدينية هل هي موجودة عندنا في هذا المجتمع أما في الأمة الإسلامية تعود إلى مرجعية دينية واحدة أمر متعددة ثم كذلك المرجعية الدين ما تأثيرها هل في ميدان الفتوى فقط أما كذلك في ميدان الاجتماع والاقتصاد وما إلى ذلك عن هذا الموضوع وغيره من المحاور والمسائل التي سيزيدها الأسادنا الفاضل زهير بن مسعواب باو اسماعيل لكي يحدثنا هذا الموضوع الذي صمي كما قلنا المرجعية الدينية إلى أين في هذه الليلة المباركة وهذا اليوم يوم الاثنين ثمانية وعشرين محرم الحرام من السنة الحادية والثلاثين بعد المائة الرابعة يوافقه أو الثانية والثلاثين بعد المائة الرابعة يوافقه الثالث من شهر يناير كانون الثاني من السنة الحادية عشر بعد الألفين فنحيل إليه الكلمة مأجورا موفقا جزاه الله خيرا وجزاكم على حسن استمار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشهد على لا إله إن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزق قلوبنا بعد إذا هديتنا إن كانت الوهاب رب شرح لصدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقى وقولي وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدين محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن موضوع مرجعيتنا الدينية إلى أين في الحقيقة أولا ما معنى المرجعية ما المقصود بالمرجعية ستل ربما هذا المصطلح كثيرا وارد في العديد من الأحيان يسمع وربما نشأنا به أن نولفت في هذا المجتمع أكثر المقصود بالمرجعية ثم ربطه كذلك بالدينية المرجعية كما يعبر عنه باللغة البسيطة أو باللغتنا العامية التي نتكلم بها يعني الروبا المشكلة بفرنسية الروبا أو ما يعود إليه وما يرجع إليه الشخص معنى هذا ما يحدد الغرس ويعود إليه في أي شيء في أي مشكلة في أي شيء يريد أن يحققه أو يصل إليه معنى هذا ما يحققه أحد وما يحققه أحده وما يحققه أحده ما يحقق كذلك أدو أنه لا يرجع ولل هذا الأصل أدركب هل يتناسب مع ما يريده؟ مغلل بطا يراجب أسيني معني بطا لأسيني أدو أخر يعني تلك المرجعية بلغة الفرنسية الرباري لبندمي خزرت دقي المعلم ديما يتجسس ينير ودربه مغتبين الزبريد يتجر على ضوئه يعني تلك المرجعية فاكيد نحن كمسلمين المرجعية اللي البتة هو الدين الإسلامي الدين الإسلامي المرجع لكل واحد منا إذا متج في حياته يتجر يتجر نورس جر داود في اتباعه وليمكن أن يحيد عنه ولوللحظة يعني دول المرجعية الدينية التي نقصد بها في المجتمعين وفي غيرها من المجتمعات ثم السؤال الذي نطراحه هل نحن بحاجة إلى مرجعية أصلا وهل نحن بحاجة إلى مرجعية دينية معناه هل يلزم يجب أن يتغنيك المرجعية يجب أن يتغنيك المعلم جر غرس ما يجب أن يتغنيك نور نصدق به أم أنه يمكن للإنسان في هذه الحياة أن يعيش من دون مرجعية لو عدنا إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون لو يجبنا بأن حتى الحيوان يعني الحيوانات في حياتها البسيطة التي تعيشها غرس مرجعية غرس مرجعية تعود إليها وكان بعض الممالك الحيوانية يتغني كبير هو الذي يقودهم يتغني أمام الساد أحيانا يحدث من طيور يتغني أمام الساد جماعة من طيور جرن الجنة يتغني أمام الساد ويمكن يجرن أمام السابة أم أن يقعد جرن خطها دي مكان التهن دي مكان الدعم لغرس رحلة لغرس هجرة إذن لابد له من قائد مرجع أنت جرن الساد معناه إذن ما دعنا الساد تبعا تبتل لاش أمام الشيطة ربما قد يتيهون إذن هذا في إطار الحيوان ربما كذلك هناك كثير من مالك الحيوانية بهذا كيفية فكيف إذن بهذا الإنسان الإنسان رب سبحانه وتعالى يجب في هذه الحياة الدنيا لابد له المرجع لابد له من مرجعية معلم الجرسيس لكي يعيش في الحياة الدنيا حياة سعيدة وكذلك في المآل الأخروي وذلك رب سبحانه وتعالى يجنى هذا الإسلام هذا الدين هو المرجع الوحيد ثم لكي يقيم علينا الحجة رب سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسل معناه رب سبحانه وتعالى يجوها أولئك الرسل لكي يبينوا لكي يعني يبين للناس هذا الطريق ويرشدوهم إلى هذا الطريق باشكدعد نتنين للمعالم إلا رب سبحانه وتعالى يزنتن لأخوامهم باشكدنون إلى الصيرات المستقيم هؤلاء الرسل جاءوا يعني رب سبحانه وتعالى لم يترك ولا أمة من الأمم إلا وبعت فيهم نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير معناه لكل أمة الرسل لكي يقيم عليهم الحجة من القيامة هؤلاء القيامة رب سبحانه وتعالى سوف يسألنا عن هذا الدين بماذا عن طريق هؤلاء الرسل ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم وآياتي بمعنى يوم القيامة سيناء رب السيناء مم على بليش مم شجور غامل وبرك قارة تخلق دي وبرك لهذه الحياة الدنيا لكي أعيشه وأكتسبه وأحيا فقط أسيناء رب سبحانه وتعالى ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم وآياتي وينذيرونكم لقاء يومكم هذا رسل المبشرين ومنذيرين ليلا يكون على الله حجة يوم القيامة بعد الرسل إذن رب سبحانه وتعالى يجوها ذولي الرسل لكي تلحج سغطنا أغانا نشنوا بريده أغانا نشنوا المعلمه أغانا نشنوا مرجعيته لكي نتبعها فبعد وفاة الرسل صلى الله عليه وسلم سيزوان الرسل صلى الله عليه وسلم جاء بعده العلماء العلماء ورثته الأنبياء هؤلاء العلماء انتنيت فن هذا المشعل مهمته بيان للناس وكذلك كونهم مرجعية للناس في حياتهم الدنيا والأخراوية إذن أكيد أنس باللي ما من مجتمع ما من جماعة فئة تنظيم الشماعي بتل الشرص المرجعية بتل الشرص يقن معلم يدقوا الغرص أكيد سوف يضيع ولذلك رب سبحانه وتعالى في آية أغنني سورا في هذه المسألة أغنني رب سبحانه وتعالى وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رضوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم إذن رب سبحانه وتعالى إذن هؤلاء الذين لا يتخذون ما لا يعودون إلى مرجعيتهم لا يعودون إلى إلى كتاب الله سبحانه وتعالى الرسول الله سلمه أغنني رب سبحانه وتعالى وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف سأقاون دسيق المشكلة سأقاون دسيق التشكالية ما غضون في حيرة كده الأصل بالنسبة للمؤمن ما ده يفعل الأصل بالمؤمن أن يعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة رسوله وإلى أول الأمر ولكننا رب سبحانه وتعالى بيسما لهؤلاء أذاعوبه ما معنى أذاعوبه يعني نشروه بدا السويبًا باللغات البسيرة اتبايني اتنشاموني واخير لو كانت جاموني واخير الرايك ضمه الا عدموني معناه بذلك كل جن يذيع ذلك وينشره وسوى النبرك من دون ان يصلوا الى حل او ينصلوا الى حل ذلك الاشكال ولكن رب سبحانه تعالى ان ينظروا النار ولو ردوه معناه من المفروض هؤلاء بالترجل ان يرجعوا هذا الامر او الاشكاليته او ان لن يصيبوا به ادوا الى من ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم معناه الاصل من هؤلاء الدون للرسول صلى الله عليه وسلم الذي يمثل الوحي الذي يمثل يعني وحي الله سبحانه وتعالى الدون للرسول واخذك الرسول كان هو الحاكم و الى اول الامر منهم الشيء ما هو الشيء من الرسول لاغرنا منهم امش نتعبر منهم تولوا هذه المهمة مهمة البيان ان نعود اليهم و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اذا هذا هو الذي يجب ان يكون يعني دقاشة الله رب سبحانه بي الأصل أي مشكل أي جنشرة تفتي والإنسان صدفك في حياتك الدنيا عليك أن تعود فيها إلى أولي الأمر ولو عدنا إلى الجانب يعني الواقعي لو وجدنا بأنه المرجعي دقاشة الله ضروري حققت دقاشة الله ضروري أدن نلقى في عهد الرسول الله سلم عندما كان المسلمون في أوجي حضارتهم في الرسول الله سلم في عهد الرسول وبعده في عهد الخلفاء يعني الراشدين حققت نتغل المرجعية الدينية قوية التغل الصحابي لا يمكن له أن يباشر عمل إلا إذا عاد إلى الرسول صلى الله سلم بدت يوقع عصني جنشرة أتزوم بشرة إلى الرسول صلى الله سلم يعني ساعد يقن حد يوقع في تخصام في خصومات أدون إلى الرسول صلى الله سلم ليحكم بينهم حققت هامي دوني للأصل دوني للمرجع دوني للتفرة هامي خزنت باللي لا بد من مرجعية تعاشوا حياة هنئة مهمة وستطاعوا أن يسيطروا على العالم بأكمله وكذلك لو عدنا ربما إلى واقعنا يا مارو نشين الدرقة كذلك يعني الحركات المنظمات اللي لن تجون في العالم الإسلامي كله بدت يكتشف مرجعية دينية قوية الدرقة تلاء في الحضيظ ما لا تستطيع أن تقوم ما لا تستطيع أن تأتي بجديد ولذلك كان الدرقة مارو في ربما حتى الحركات التي تقوم الآن في فلسطين مثلا لن تحاولين تحضر في هذه الأرض المقدسة الدرقة أبلي الحركات التي استطاعت أن تصمد أمام هذا الكيان الإسرائيل الماليهودي عندما ناوي الحركات التي لها مرجعية دونية دينية معنى الغرسي قشرق قرس مرجعية دينية تجاهد لأجله تدافع لأجله واجه لأجل سلطة واجه لأجل يعني الهوى نفس مظهر يعني حب الظهور بل لأجل ماذا لأجل مرجعية دينية قوية ولذلك استطاعت حتى الآن ربما الشيعية التي كانت صلة في العالم لماذا استطاعوا ربما أن يتحدوا الآن ربما أقوى الدول يعني الكبرى في العالم بماذا لكون لديهم مرجعية دينية ربما نتكلمشين هل تقول حديث صح المخاطئ لأجده وانا ونسحنشن أدرقب بللي حقيقة المرجعية السغادية قاعد جنحة تغسلت مرجعية قوية عنده ويراه المثل الأعلى دين جورس فرس واللي ممكن أن يحيد عنها أكيد ذلك الشخص التركيز في نات المطاف سوف يوفق في حل إشكالياته في مهامه في الدنيا وفي الآخرة حتى ربما اليهود أكرم وتعالي نغ يعني تحسيبهم جميعا وقلوبهم شتى حقا نجما أن يسيطروا أن يسيطروا على هذا العالم الإسلامي رغم قوته ورغم يعني قوة أعدلية ولكن كمش استطعت أن تسيطر بماذا بمرجعيتهم الدينية يعني المرجعية الدينية التي هي ضعيفة تقوت لماذا أخذك المرجعية الدينية للمسلمين للأسف يعني ضعيفة أخذك مسلما الولجين مرجعيتهم الدينية هي الأصل معنا الكمشة لنودينه أن يسيطروا حوله أما على هذا العالم نشنق عجل نصفا مؤد ندول إلى مجتمعنا المجتمع النغل هذا المجتمع المزابي الإباضي إلا الحمد لله منذ قرون إلا سلطنا هذه الأرض هذه البقعة إلا استطاعت أن يكون حضارة حقا حضارة مهمة جدا استطاعت أن تصمد على مر الأزمان ومر الأحوال يعني حقا كثير من التغيرات وقعت في هذه البقعة ولكن الحمد لله إلى حد الساعة إلى حد الساعة ما زلنا طبعا الحال إلا كان نقاوم ولكن نستمر بماذا بقوة هذه المرجعية هذه المرجعية التي كانت في القديم أعقدني هي الأصل هي الأساس هذه القشرة التي تغ يعني لا بد لأي واحد مزابي إباضي أن يأخذ أما أن يلتزم بهذه المرجعية معنى بل تقعة القشرة أددول إلى هذه المرجعية الدنيا أددول إلى كبار المدينة إباضي دول إلى من هو من أولي الأمر دي قشرة لحقا عشت هذه المنطقة لفترة طويلة فاستطاعت بإذن الله تعالى وبتوفيق منه وبتفضل منه أن تقاوم وتصدى الكثير مما كان يحاكو ضدها دي قشرة لحقا مهم جدا ولكن للأسف بدأت هذه المرجعية في العصور الأخيرة دي قشرة لحقا يعني بدأنا نفقده في إطارنا نبدأ يمرون حقا نتحس باللي أو المرجعية تضعبع في أوساطنا يدول يعني ربما لكثير مننا من كثير من أبنائنا من شبابنا لا يأخذ بهذه المرجعية مما ربما يتقاعس عن أخذ بها أو ربما لا يتقبلها مما ربما قد يعارضها أو ربما قد يتركها أصلا فيأخذ بمرجعية أخرى قد تكون ربما فاسدة إذن دي قنفشة الإشكالية يا حقا إلا يعني وقعنا فيها نطاو الدس إن شاء الله واللي خسن أن نشخن تنسى البحر الحمد لله لحد ساعة دي لك يعني مشتمع مسجدي لغرنا يقنع التبعية للمسجد لغرنا يقنع التبعية له هيئاتنا نعم الحمد لله دي قشرة ولكن فيه بوادر للإنفلات لابد لنا أن نحاول أن نبين يعني نحل أسباب ذلك وما هو الحل إن شاء الله يعني لصدي على الأقل لرجاعي جانب ما جزءا من هذه المرجعية لو عدنا إلى الجانب التاريخي نرقى باللي الإبادية يعني الإبادية منذ العصر الأول سيسن باللي المرجعية الدينية دي قشيلا ضروري إذا ما داعا أي قوم ما أي طائفة ما أي تجمع رسكة مرجعية يعود إليها سيسن هذا الأمر فلذلك لم يفرطوا في ذلك منذ العهد الأول خط كنسن باللي الإبادية يعني تاريخهم مرة بمظروف صعبة يعني لم يستطيعوا أن يكون لديهم كيان يعني يحميهم منذ إنهيار خلافة الراشدة في كثير من الأماكن فلذلك كانوا في مرحلة تسمى بمرحلة كيتمان معنى التون في مرحلة كيتمان ولكن كانوا دايما يسعون تون تحاولنا السفن مرحلة ظهور بشك أمش قال أدعي الغرص يقل مرجع وهم قول الأمر وهو الإمام أو الإمام العادل فاستطاعوا يعني حاولوا يعني في كثير من الأحيان يعني إقامة إمامة فكان لهم ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى في الدولة الرسومية 6 دولة الرسومية استطاع المذهب الإباضي الإباضية في المغرب أن يقيموا إمامة عادلة فكانت هذه يعني قوة في المرجعية الدينية توني حقا يعني الجينكت مرجعية دينية قوية لماذا بهذه الإمامة ثم بعد سقوط دولة الرسومية وجدنا الإباضية أن يفقد يعني أن يفقد هذا المذهب أن يفقد هذا المرجعية مرجعية الدينية التي تعتمد على المذهب الإباضي كمذهب إسلامي يعني كشريع إسلامي حقا كانت صبها مبينة قوسين بل ما من مذهب ما من طيار ما من مذهب لا يتقوى إلا إذا كانت وراءه سلطة تقريبا يعني عبر التاريخ كانت دول له الأخ التاريخ الإسلامي التاريخ للمذاهب الإسلامية التي بقيت يوم الناس هذا ما من مذهب إلا كان وراءه سلطة معنات السلطة تسانده إمامة تسانده ولذلك وصل أخ пам certificة أرنى كثير من مذاهب ظهرت عبر التاريخ الإسلامي يعني مذاهب إسلامية وبعضها لديها مؤلفات كالظاهر يوميا لذلك لم تتبنها سلطة معينة ولكن لذلك أدى بها إلى أتباعها أزوان ونظام 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 بعض المؤلفات مع بعض الأفكار مبثوثة في كتب الفقه والعقيدة ولذلك الإبادية قلن أن يصار هذا الأمر معنى جدالة عادة في عصر من العصور أتكل من منهم أين هم الإبادية قلنها بعض المؤلفات فيه كذا وبعض الأقوال فيه كذا ولكن أتباعهم غير موجودين ولذلك ماذا فعلوا حاولوا أن يجدوا البديل معنى حاولنا الجنك للبديل إلا يعوضوا لهم هذه المرجعية وهذه المرجعية القائمة على الإمام العادلة فكونوا حلقة العزابة إلي كان صنبل تأسس على يدي أبي عبد الله محمد بن بكر الفرص الطائي يعني يجوها هذه الحلقة العزابة لقلن موج لإمامة لكي يحافظوا مرجعتهم لكي يعودون إليها لكي تحفظ لهم هذه الكيانة فوفقه الله سبحانه وتعالى لذلك والحمد لله استمرت هذه الهيئة في عملها إلى يوم من ناس هذا معنى ذلك الهيئة إلا استطاعت أن تأخذ هذه المرجعية معنى تمثل المرجعية الدينية في المجتمعات الإبادية خاصة في المغرب معنى دكت المرجعية إلا يعني استطاع الإبادية أن يتحكموا فيها يعني أن يصلوا بها إلى البقاء في هذه الربوع الحمد لله مستمرين إلى يوم من ناس هذا وهذه المرجعية تنتهى الداخل معنى الأصل كل ما يحدث في المدينة إذا أعود إلى هولية الى اول الامر معنى العزابة بل كانت هذه المرجعية لست فقط منحصرة في الجانب الديني ما في الجانب الفقهي بل شملت مجالات عدة معنى تزول الجانب الاقتصادي ننظمته الجانب الاجتماعي ننظمته جوانب حتى الجانب السياسي ننظمته معنى جوانب كثيرة استطاعت هذه المرجعية ان تسيطر عليه ويكون كل هذا تحت ادار ماذا تحت ادار الدين الاسلامي المعتمد على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله اذا اللحظ حتى في تكوين يعني قرى وادي ميزاب الدرجة بل دائما اي قرية من قرى وادي ميزاب الدرجة في اعلى القمة المسجد انت مجدي واخدتك من الماذا ان هذا المسجد هو الاصل معنى المسجد انت مجدي وانتهد الاصل انتهى المصدر في كل شيء معنى بالتحد يخصيق جنش رايك تشكاليت ايدولة مجيدها والمسجد دائما يمثل الهيئة الدينية العليا لذلك فالابادية بهذا الامر بهذه الهيئات استطاعت الحمد لله ان تصمر الى العهد القريب للاسف بداية من ربما دخول المستعمر الفرنسي في المدينة الى الى ودي ميزاب في 1882 يعني تقلصت هذه السلطات سلطات الهيئات العزابة بدأت موقفونسنت يعني بدأت موقفونسنت بعض المهام لأسباب ربما مشينا نطوره لأسباب ربما دخول المستعمر ثم اكثر من ذلك بعد الاستقلال كذلك ذهبت كثير من مهام واكثر من ذلك ستوضل الى مرحلة التسعينيات معنا في مرحلة الانفتاح في ترزم الداري على مصر رعي على كل شيء يعني حاقتني انفلت الوضع اكثر واكثر معنا يدول دائما اختنية كل مشقال السول برأيه كل لديه الفرية بما يسمي بفرية التعبير فرية الرأي فرية الابداء يعني كل حد درسلي حقها ديني كلش حاقتني هذا الوضع يتجو يعني هذه الاهيئات تفقد كثير من الصلاحيات هذه المرجعية الدينية بدأت تضعف في نفس الناس دول كل حد يتبع ربما الرئيس كل حد ربما يستنته بجناس والأسف وصلنا الى اكثر من ذلك معنا فقط لمن يحصر فقط في الجانب ربما الاجتماعي قال ربما يعني بعض النظم الاجتماعي افدان تقدعنت او في الجانب ربما الاقتصادي او الجانب ربما السياسي بل تعدى حتى الجانب الديني والفقهي بمعنا دولت كذلك هذا الاثر من هذا الانفلات كان له اثر على الجانب حتى الديني معنا دولت منذ الاسف يعني في الجانب الديني بمجانب فقهي بدأت فيه نوع من يعني كل يقنى خزرين السنة بجناس كل يقنى زب هارتج ولذلك يعني من بين الاثار اللبما يعني كان يعني من بين الاثار التي نجمت عن هذه عن هذه الانفلات عن تضيع هذه المرجعية الدينية في هذا المجتمع ربما هو مسألة يعني مش يناه تقلص سلطة المسجد وخص نظر ما هي قتل عزبة يدول حقا اولي عزبه وتسلي اولي الفقهاء وتسلي اولي العلماء وتسلي السيني واني ده حرم ليش يعني دول حقا دي قشيلا يعني عادي عند الناس ان يخالف قولي الامر معنا ساعة ستستو ان يقن حد لقابنا قارناش باللي وتجش رايو ازيبين باللي انوى من السماط عندما يخالفه ولو كان عمره شرعيا قالوا ادو اني تحرم ولتقرب لين مسألة اني تحرم لا يعني الزبين باللي هذه المسألة مغاد الامر انا سيني في جنس انا سيني الرئيس انا سيني المخص دي قشيلا عادي بل اكثر من ذلك يعني حتى مش نطب بعض المسائل الفقهية الدقيقة الدول يعني بما يتجيس الرئيس اما بما يتتبه نفسه يعني للأسف يعني كثير من الشباب وكثير من الناس يعني يستعملوا رأيهم ويستعملوا سلطتهم يعني الهواه في الافتاء قال اخويا ما سينغ يعني واني افتاء مني الفتوت مني وتتفوا ليكم لاش وتتفقعوا ليكم لاش دني والاخ وجي دول وجي دول داني داني جنشة نفس العلم باتتل جنشة لغش علم وتيت علما فقد واصفعت ان تنقضه وتبين بقى الاحقة من الباطل تفضل بسحبت تدعى الدول تشي قرم مض نفسي شي قرم وجي دمويا اخوان لذلك مش لنا حقات نوضي لهذا الوضع يعني فكرة دي مج في احدى اللقاءات كنوان عشر ستعشرين قلنا اخمي الاخوة جزاو الله وخير يعني متخصص في الجانب الاقتصادي يبين يقل حكم الاقتصادي في مسألة من مسائل يعني يبين تلك المسألة فقية في تعاملات من تعاملات الاقتصادية يقل شاب ديني ديتشير يعني ديتشير في الوسط في الملا والزبين فبدأ يعني قال كيفا مان يعزمونيو سمي يعني مان يعزم بنتد العلم يدبي يعزم منه والحرف ليفتا كذا بأس جاس ناس اششي والاخ ما يتعزم ما يتعزم الشي ما هو العلمة يؤتيس بدي يقار يشيس الله كذا يناي كذا للعلم اللي يقار كذا يسوي العلم ناس قاعد يسوي تنيا قاعد يجي تنيا بسع الشيز ما يتبي العلمه ما نوشو شي الحق يا والاخ أبدا يتقارد باللي واني وليعزم ما نوشو شي الحق بلتقارد باللي واني وليفهم مما واني لاش نصل العلم بنت تتعضي لهذا المستوى يعني مستوى علمه وبدأت يعني ترد عليه البداية عقلش كذلك علم لما العقلش كذلك يعني البغاج يقوى لكي ترد عليه بس هل يعني بركة النفسية اخذتك ربما يعني التعامل في تيك المعاملة لغاج جيس ربما ارباح ما رغش ربما ديس يعني بعض النزوات النفسية ادعى ربما تعارض حقا لقيل الاسف دي جن وضع حقا وصلنا اليه ما مشغل نماذج من هذا في الجانب الديني ثم يعني كذلك حتى ربما في التعامل مع بعض المسائل في بعض المسائل في بعض المسائل الفقهية مع بعض ربما تفسيرات يقنوى السجن يعني يسد ديناي يعني يسلق باللي الحج لا يجب على الرجال هناك 8-8-8 ولا اخ هناك خلالي التونايب اللي رب سبحانه اننا في كتابه يأتوك رجالا وعلى كل ضمر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمر لمعنى لا يجب على النساء يجب فقط على الرجال يعني دول يعني خلاص لعدها الدين يعني يمكن لأي واحد ابدأ يتتفى الدين يستوى الدين كما يعني برأيه من دون روية من دون العودة للعلماء من دون العودة للفقهاء من دون عودة الى اولي الامري في هذه المسألة حقق الاشكالية اللي كان يعود ديس وهذا الامر كذلك ادى به ماذا يعني يستوى الى امر اخر وهو اخطر كذلك انه بدنت ربما للأسف بدنت تظهر في هذا المجتمع طوائف بدنت تظهر في هذا المجتمع يعني طيارات بدنت تظهر في هذا المجتمع كل جن يعني تبديت بينتك تذكرت هي الاسوب فيظهر رأيه ولا ربما للأسف اكثر من ذلك ان يخطئ الاخرين قال للشي والاخوان انتوط طريقتك اندود المنهج صحيح وغيري كله باطل هامي اخطر كخلاص يعني لشي قلحد ان يبين لهم ان يظهر له المرجع الصحيح ان يبين له فلذلك بدأ يكون ربما يظهر رأيه ما يظهر فكرته على اسأل انه طيار ويخرق لنفسه يعني اتباع ما لطياره اتباع وللأسف ربما قد قد يصل به الى التفسيق ما تسفيه الاخر واثبات رأيه دون غيره والادام الامر كذلك ربما لقن نموذج ما لقن اثار لهذه الانفلات لغياب هذه المرجعية ان يتتخذ مرجعيات من غير هذا المذهب يعني للأسف كذلك ان يوض الى بعض كثير مننا اداء خلاص لا يثق في مرجعياته ولا يثق في مرجعياته الدينية اددو الى خارج خارج المنطقة ربما خارج المذهب ابدا يتخذ مرجعيات عبر الفضائيات قالوا لي الشيخ مني ما شاء الله يبارك ربما يعجبت اول يعني بعض ما يعجبت وعلى الكلمات فأدلته خلاص يتركبوني اذا مرجعيت فيتخذ ومرجعي له بدت يفتيت في مسألة فهي الفتوى بدت يعني بينزق المشكل الى تبعت حققت مشكلية كذلك وصلنا اليها المشكلية وصلنا اليهذا ولكن المشكلية نطوره ليس هو يعني وجد يدقنه عن القنوص بل الحمد لله ما زالت المرجعية عند قلوب الكثير مننا تلا موجودة وهذا الذي يجعلنا يعني ربما فيما سيأتي ان نحاول ان نبين ما هي الاسباب اولا ثم نحاول ان نبين ما هي الحلول ربما التي ان شاء الله من خلالها ان ادر نوع من هذه المرجعية الى هذا المجتمع اولا ما هي الاسباب بدت جينا نوضي لهذه الحالة ربما السبب التاريخ يعني ما سبب الانفتاح ربما هو من اهم الاسباب يجينا سبب الله يجو حقا لم نتحكم في الوضع السياسي ربما الوضع لكاندس في هذا العصر يعني في عصر دولة الجزائرية هذا الانفتاح لكاندس يجعل كل شيء يعني كل شيء يعني يمكن لأي شخص يعرف كل شيء ويتعلم كل شيء ويتطلع على كل شيء هذا الامر يجو التحكم في الوضع صعب جدا لمعنى بشكل تحكمت في الوضع في مجتمع بمثل بهذه الحالة يجعل شيء اللي حقتني يعير إذن هذا الانفتاح يجعل سبب ربما رئيسي السبب الثاني كذلك هو ربما ضعف الطبقة المثقفة وضعف الطبقة المتفقهة ربما مدان تسور في جانب الديني ضعف الطبقة الدينية للأسف سأخذين الضعف ويجي معنى الوهن خاطئ خاطئ منعنا لا مد بس هل عفل خاطئ لا مد حققت القوان ولكن للأسف لشبتها بسي بمعنى يعني يعني العلماء النق الدينيين في هذا العصر يقول الإخوان لشبتها للشغرمغ للشغرمغ هذه المرجعيات يعني بقوة خاطئ حدود إلى ربما لقد رقبت بالله أقوى في مرجعيته لغرص مراكز متفرغة لذلك لغرص علماء متفرغون لغرص أناس متخصر في هذا المجال ولكن للأسف يعني فقهاؤنا وعلماؤنا لن معدودين على الأصابع بدنا الموجودين تلقي للمتقالين بالمهام إلا إلا تحجر تسل كذا إلا 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 في إصلاح ذات البين إلا في كثير من المهام من ما يؤدي هذا الإنسان من ما يؤدي إلا إلا الفتاة والناس ما يؤدي إلا مشاكل فقهية للناس مشاكل دينية للناس حق يتنجم هذا من خطرك عدد قليل جدا وهذا العدد القليل إلا مشغول إلا ألتشطط في كثير من مهام الاجتماعية إذن هذا كذلك من الأسباب التي ربما أدت إلى ذلك ثم كذلك جل سبب حق لأسف وجد المرجعية الفقهية مرجعية الدينية فقط بل هي مرجعية في كل شيء في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع وفي الدين هذا الأمر في هذا العصر يقعد سيقل الخلط خلط بين المرجعية الدينية والمرجعية السياسية والمرجعية الاجتماعية يلود ربما بعض أخطاء في الجانب السياسي أخطاء في الجانب الاجتماعي للأسف تجنت له أثر على الجانب الديني بمعنى يغلب مدن ما يغلب الشباب خارج عن الدين.. والناس في الجانب السياسي والناس في الجانب الاجتماعي جمع على اخطى اددوا انخلص قاعوا ايلا انساس قاعوا ايلا انساس تديك لا يتقوا فيهم منهم كذلك العلماء والفقهاء هذا الخلط الذي وقع بين هذه المرجعيات ربما عند الكثير افقدت لبعض الشباب الثقة في المرجعية الدينية وان كان مع الفارق لانه في جوانب اخرى جوانب الاجتماعية جوانب سياسية.. الجوانب الاخرى الاقتصادية كلها يمكن ان يكون فيها الرأي لا يمكن أن يكون مبنيا على دليل مبنيا على ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم لا يمكن أن يكون مبنيا على أدلة شرعية مبنيا على أصول ويمكن أن يقال فيه بالرأي ولذلك بدأ الجانب الشماعي ولكن في الجانب الديني والأخ لا يمكن أن يكون لهم الخيارة من أمرهم لذلك كان المشنغ هذا سبب ربما أفقد عند بعض الشباب خاصة ربما الثقة في بعض العلماء ما في علمائهم فبدأ بمارتجان ربما بأرائهم ولا يخذون بأرائي العلماء ثم ماشينا ربما حرية التعبير والتعددية وما قالت إليه ربما وضعنا في الجزائر أن يجو ربما كثير من هذه المرجعيات فقدت سلطتها دول ديشو جنب كري طوام ماشينا نطور يعني ساعديني قنشرة من مسجد أديني داحل المضحر ما تتوني والتجت كل الناس يعني يعني هذا يعني بتح الدخالف تترقبون ربما خالف أمرا تبعات الحال يعني يعني قنشرة ذزعلوا يعني يعني بتت قالت مشيدة منكذا والتجت كذا مغني ضحر مواني داحل يعني كل الناس يأخذون بذلك بل بالعكس يعني يؤنبون وربما ينقومون على الشخص المخالف بتجرح الدخال ثم يتجو ربما قاعدنا تخطام ربما قاعدنا سنسيولا السنان يتجلمون يشيل لي وكذا ولكن للأسف دول دي مارو هذا الأمر يعني غير وارد لماذا لمشينا كل يقن يخزب لي إلا حر إلا حر إلا حر إلا يخص هام يا خاطرك القانون أعطى له ذلك أخاطك يعني الوضع اللي كان مارزيس ربما هو الذي أعطى له ذلك إذن فكذلك يعني مشقر يعني أسقط ذلك حتى على جانبه الديني للأسف إذن هذه ربما بعض الأسباب التي ربما وغيرها كثير أدت إلى هذا الانفلات الآن ما هو الحل بدت الحل ومو يعني كيف لنا أن نرجع هذه مرجعية على الأقل في جانبه الديني مشينا الجانب الأخرى يعني لتجر يعني التجر يعني التجر في بعض المواد عندنا أخرى ولكن الشي الذي يهمنا وهو الأصل وهو ماذا الجانب الديني من المنسى داعد أن ترقب الجنشاف منحرف السنو الذي ضحرم أغنيني مع الحمال لك من المنى وضع موني من المنى يعني الأول العالم مغاول فقه يتويد يعني يعني يتويد أول في الميدان من مدى عموني حققتنا هناك بعض الحلول نحاول أن نبينها بسرعة على حسب الوقت أولا ربما قبل أن ندخل في ذلك سأغلين يا غموني لا أعني بكلامي هذا أنه الزمالي أغمى خاطئ قال خاطئ خاطئ سأغلين يعني مرجع الدينية معنى في إطار الأصول العامة ولو ربما اختلفنا في بعض مسائل فقهية نعم يعني الفقه فيه يعني فيه اختلاف ولكن أكيد هناك أراء هناك بعض الأصول التي كلنا نتفق عليها يعني الأصول أين هم من مغط نر كلنا نتفق عليه خاطئ مش نتفق أبرد من دين وليف فيه طريق واحد ولي كان أبرد قابة أتبع أبرد وكان دون الحق من هاد عن هذا طريق فهو في بطلان وفي ضلال خاطئ دموني خاطئ لك أنا في طريق الإسلام كنا على طريق واحد نعم مهما تعدد المذاهب مهما تعدد يعني الأراء إن شاء الله كنا كنا في طريق واحد ولكن لغمى بعض الأصول بعض الحدود كلنا يجب ونلتزم عليها سغني الزينة ضحرم ضحرم سغني السرقة ضحرم ضحرم سغني يعني أشرب الخمر ضحرم ضحرم ونمكن أن نفي جمد بمذاهب أغني وندحل أبدا أكيد ولكن لغمى أصول خاصة نسأل في مجتمع لغمى أصول نعتمد عليها في تشريعاتنا إذن هذه الأصول هذه المرجعية التي تتتمد على هذه الأصول كيف نرجعها أولا إذا أردنا أن نرجع على المرجعية لابد أن تكون هذه المرجعية معتمدة على كتاب الله وصنة رسوله ولمكن نبك الحل لهذه المرجعية يخطأ هذين السبيلين الرسول صلى الله عليه وسلم إننا تركتم فيكم ما يتمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وسنة يعني كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم إن دوني المرجعية الأولى ولمكن يجعلنا عندي إديولوجية خارجية يجعلني إذا كانت غير منسجمة مع ما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله قد تكرب سبحانه وتعالى أغني رسوله وأولي الأمر منكم معنا بلتالش قنشرة ما يكتمرجعية ما يقن رأي ما يكتمر يعني يعني يجد لا يعتمد على كتاب الله ما طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول صلى الله وسلم غير سيبس أغنف إذا لذلك لابد لهذه المرجعية أن تكون معتمدة على هذين الأمريين ثم أمشينا ربما لكي يعني نعيد هذه المرجعية لابد لهذه المرجعية الدينية من يمثل المرجعية الدينية في هذا المجتمع أن يدعم بنخب من المثقفين ومن المتفقهين في الدين خطر الحمد لله مش ننطروا لا لديت بوادر في هذا العصر الأخير لديت يعني بوادر يعني لإنتاج إنتاجية لبعض العلماء مع بعض الفقهاء في جوانب متخصصة قالوا أني متخصص في الجانب الشرعي في جانب الاقتصادي وأني جانب الأحكام الأسرة في جوانب عدة لغم الحمد لله متخصصين معنا ذوي شهادات ذوي كفاءات لابد من هؤلاء أن يدعموا هذه الهيئات بشكسنتوش يعني نوع من الدفع يعني يعني ذي قشيلا لابد خطق يعني ما من يعني ما من هيئة مش ننطروا ما من يعني تجمع إذنبالي على الغص نوع من تشجيد لابد له من تشجيد وأهم متشجيد في هذه الهيئات عندبتة أن يدعموا بهذه النخب يعني مش ننطر الحمد لله هؤلاء الزكاطرة هؤلاء الأسددة إلا متخرجين من جامعات إسلامية من جامعات يعني يعني ذوي شهادات وكفاءات لابد أن يدعموا ذي قشيلا يلزم ولا نتخوف منهم خاطق ربما دي سكنت عن التخوف قال مدان تؤزواني لجامعات يعني لغيرنا درسوا بنت العلم سحضو يضن ربما قد يؤثروا فينا سلبا بل بالعكس سنقعد قد يقرح الذهب إلى هذه الجامعات وأخذ المنهج الصحيح ومنهج العلمي أكيد سوف يعني دي قشيلا ربما سيكمل العكس سيكمل ربما يعني تأصيرا لمذهبه وتثبيتا لهذا المذهب ولهذه للفكرة الإباضية في هذا المجتمع ربما نوش متالي الورجلاني العالم أبي عقوب يعني يوسف إبراهيم الورجلاني إلا حقا من علماء يعني الإباضية الذين أحدثوا يعني تغير جدري في الفكرة الإباضية حقا أنه يعني طورة في الفكرة الإباضية لماذا لأنه يفق يعزم يزوى إلى قرطبة يزوى إلى السوداء إلى المناطق كثير من العالم يعزم يعني يحتك مع الغير ولكن ديما يقيم تسرتس يقيم تسرتس يعني في إباضيته وفي مجتمعه وفي يعني مرجعيته ولكن يكمل دفع قوية لهذا الفكرة الإباضية إذا لذلك هؤلاء النخبة لا بد أن أن يوظفوا في هذه المرجعيات وفي هذه الهيئات لكي ماذا لكي يعطوا دفعا قويا لهذه المرجعية ثم كذلك الأمر الثاني ربما هذا يعود من الثالث وربما الذي يعني يعني وقدمه لجميع كلنا أباء ومربين مسؤولين على هذه المسألة أي أنه لابد من تربية أبنائنا تربية الشماعية للأسف إلا ما كانت تعانى ديس في هذا الانفلاث في يعني أدعى طرواننا وانتتلن يأتوا ربما شاببنا وانتتلن وانتتلني ليأيول نزع لك في خاصتي في الجانب الديني لأنه لم يربوا تربية إجتماعية أخطس أدعى تقل اثلي ويأتي والتي تشير في المجتمع وليتيف في التعشير وليتيف يعني في المنظمات الاجتماعية التعشير ربما يعني العائلة وربما في العسس وما إلى ذلك وليتيف في المنظمات الاجتماعية في الكشافة او ما الى ذلك والتربية اجتماعية ويمكن ان تحكم ذلك ستجد ان يفرد مني طائر المخصية يفرص من المجتمع وليه يخز من المجتمع يقرمي دلن تاعشان من المجتمع ومسحنتين تعاشى بعيد عن المجتمع يتعاشى صرايس تعاشى سوى نستان سوى نستان مغماني لا تسلها خارجيا اكيد هذا الانسان للأسف ستجد ان يزعلك يصعب بعد ذلك ان يتحكم فيها ستجد طفلي يخزر يزعلك ستجد ان يزعلك يعني يزعلك ان يكشفه ربما قال القيد سنتد القيد يعني يتب السيس هذا الانسان اكيد ان شاء الله ستجد يزعلك ستجد ادفقه باذن الله تعالى ان شاء الله سوف يأخذه بارائي ولو ربما يخال في جنرى مستحى لا يمكن ان يعصيها يعني يساهم في هذه المرجعية وليس يعني ربما ينقضها يعني يهدمها هدما لذلك هذه ربما مسؤوليتك ايوها الاب والتجم ليش ضايع والضغط استخدمت في الجانب الاجتماعي معانا تزود القليل عرسه ويتمعاش تزود القليل اللي تمشيده اويتمعاش تزود القليل المحاضرة اويتمعاش معانا اذا ما اديت ادعاد في هذه العجلة الاجتماعية دمنا هذا المجتمع باش كبيدي الله تعالى هذا الابن ما هذا الطفل صاري ازعلك يحس بالغرس يتقيادة من مرجعية يرجع اليها في هذا المجتمع هذا الانسان يجلى من هذا المجتمع منذ صغره ويمكن بعد ذلك التحكم فيه النقطة الاخيرة التي اخدموا بها كذلك وهي مهمة ربما لها ارتباط بما سبق مسألة التعليم الحر كذلك الى ربما يعني ربما يقيمنا الى ان شاء الله يعني ان نرسخها في ابنائنا هذا المرجعية ان التعليم الحر صاري عاد عن ايها الاخ امي تشفوت من التعليم الحر منذ صغر وتجمال عزمة مغير الاضافيات مغير كذا تجمال عزمة المدرسة تشفوت في سنة مساغر حقا اخطك مما يساهم في يساهم في اميش الانطورة التعليم الحر اخطك يقول بالسنة ثانية تجمال عزمة يخزر الشيخ اني استعزمت قالوا اني استعزمي سنة اولى واني استعزمي سنة ثانية واني الرابعة واني استعزمي كذا يخزر ديمة الشيخ واني تجمال عزمة يخزر من الوفاء يخزر من الوفاء لذلك الاستاذ انت استعزمت يبينة استمدت ولذلك الشخص اكيد ساعد يزعلك اعدديم هذا الوفاء له اعود ايجلي وفاء لذلك الشيخ وليمكنت اعصى امشقرتك هات الصرف ما يسمى بالاستاذية يخزر كنو استاذ استمدت يعني يبينز دينس ولذلك سوف يتخذه المرجعا مهما كان ولكن ربما يعني او ان الشخصو يزيط في التجارة يزيط في الجانب العملي ديمة الاخرات بالليل والستادس امو الشخص امو الشخص فخيص اللي يبينز يسلم دسان يدوني ذا المرجع يدوني ذا الربا لسي دول في كل وفي كل اماره اذا لذلك ايو الإخوان سنقعدنا نصرف طروانا من تعليم الحر نسوفيق التي تلتزن نتني عني الدول السياحية يعني لشخص نقلوس نجي قلت مرجعية يقن إكتلوا السادية يعني دقوا الغرص سغلت زعلكن والتي ما تتحكمل إذن لذلك هذه ربما بعض الحلول وبعض يعني ما يجب أن نحاول أن نحرس عليه كلنا سواء كان علماء سواء كنا طبعا حال عامة سواء كنا متفقهاء سواء كنا طبعا حال غير ذلك سواء كنا أباء سواء كنا أبناء كلنا يجب أن نحرس على إرجاع هذه المرجعية أما الشينا نطور في بداية درس خذك المرجعية يقشى أضروري يلزم لي أي واحد مننا بتقن حد الشرص المرجعية في هذه الحياة الدنيا الشرص المرجعية يقن ربا يتجرغص يقن معلم يعني دليل يتجرسيس في الحياة الدنيا أكسيتها في الدنيا وفي الآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين جز الله وأستاذنا الفاضل زهير بن مسعود بابو اسماعيل على هذا الدرس القيم الدسم إلى أن ربما محشوب المعلومات ويحتاج في فهمه وكذلك ربما في استعابه جيدا إلى سماع وإعادة السماع حدثنا على المرجعية الدينية بثنت هذه المرجعية الدينية ثم أسباب انحصار مرضيق هذه المرجعية وكذلك جاء بحلول ربما نراها مهمة جدا أن تفعل بشك أدعاد هذه المرجعية الدينية حاضرة في المجتمع في قاموس الميزابي في اللغة الميزابية بكري قارن أنه تمجيد من مكعد سأعساس بابك بمعنى أن الجماعة في خلاصة ما قاله لا يمكن أن تحيا خارج الدين والدين لكي يقوم في الجماعة لا بد له من هيئات هذه هيئات قد تكون دينية وقد تكون اجتماعية وآخر ما قاله أحد المشايخ إن الطريق محفور إلى الركبة ليس لا خروج منه إلا بالوثبة فلنحافظ على ما تركه الأباء من غير تعصبين وإنما هو مقيم أو مقام على وحي من الله سبحانه وتعالى وعلى الشهاد من علماء الذي هو مستمد من القوة الكريم فنشكركم أخينا الكريم وأستاذنا الفاضل على هذه المعلومات القيمة وعلى هذه الإضاءات نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننفعنا بها جميعا وآخر شيء نختم به هو دعاء من فضيلته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اللهم هدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما عطيت واكفي عنا وقنا شرما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من مدنك رحمة اللهم مكن لدينك في الأرض واجعلنا سببا للتمكين يا رحمة رحمين وصلى الله وصلى مبارك على سيدنا محمد الخاتم النبيين وسلام على المرسلين